رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من حساب محمد ديودار ليه بقول من حساب من حساب ما بقولش اسم صاحب الحساب لان حاجات اوقات كتيرة بيبقى الحساب باسم رجل وبعدين يجي بعد كده السؤال من سيدة فالافضل ان احنا نقول من حساب من حساب محمد ديودار بيقول ما حكم سيادتكم في مكاسب التجارة بنسمة 100% او ده واضح ان السؤال ده بقى مهلازم انت وبتفتي تكون مركز مركز في ايه هو السؤال ده مين اللي سأله عشان كده تشوف بقى ده ده تفهم بقيت السؤال يقول ايه ما حكم سيادتهم في مكاسب التجارة بنسبة 100% واحتكار السلع وتزويد سعرها ده واحد بيسأل عشان يقول لواحد تاني انه هو بيعمل حاجة حرام لا تعال نسأل نبص اولا اولا ان الشرع ما جايش عشان يحدد نسب ليه للربح ما ده من الربح ده الربح وصل ليه لانسان بشوية امور بعدم الغرر الغرر يعني ايه انه هو يضحك على حد او يستغله او انه هو يخفي عنه معلومة جيدة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلومة مهمة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جيه وحط يده في التمر فلقى التمر من جوه ايه اللي حاصل التمر بايز فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قاله ايه لماذا لم تظهر هذا فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قاله من غشنا فليس من يبقى اذا كان المكسب ده جيه من غير غش ومن غير خداع ومن غير اي تلاعب فالمكسب ده حلال يطلع والله مش مية في المية يطلع ميتين في المية ده مفوش مشكلة ليه في اوقات بيبقى المكسب ده مكسب حقيقي مكسب الشخصي ده ما عملش اي حاجة غير انه هو اخترع اختراع فباعه فالمكسب بتاعه جايله خمس ست اضعاف الفلوس ده عمل بيها هذا الاختراع اه يا جوز فالمكسب ملوش حد معين لو بعده يبقى حرام لا مفيش الكلام ده خالص واي حد يقول له غير كده يبقى راجل مش فاهم احكام شرعية طيب بس حد بيقول بقى طب وانت ايه رأيك بقى في الشخص اللي ايه اللي بيقوم بالاحتكار في السلع ويزود سعرها لو كانت السلع دي من السلع الضرورية وهو احتكرها يبقى المحتكر ملعون بس هو يعني ايه احتكرها يعني لازم نعرف ان مش كل حاجة الشخص بقى هو اللي بيابيعها لوحده تبقى اسمها احتكار يعني فكرة ان فيه وكيل لبيع مثلا سيارات او وكيل اللي بيعك قطع غيار ما تلاقى اشغل عند فلان ده ده محتكر الجواب لا ده مش محتكر ده عنده توكيل وكأن الشخص قال له انت تكون وكيلي في بيع السلع دي يبقى مش كل شخص هو الوحيد اللي بيبيع حاجة يبقى اسمه محتكر لكن المحتكر ده اللي يحتكر في القوت لكن واحد بيحتكر بيع سيارات غالية السمن ده مش مش احتكار لان انا ممكن استغني عن المسألة دي مش ده المحتكر اللي لعنه حضرة النبي لكن المحتكر هو اللي بيحتكر في القوت لان السلع الاخرى اللي انا ممكن استغنى عنها لا انا ممكن استغنى عنها مش لازم يعني فيبقى عشان كده لازم نوضح وانا هم نكلم عن المحتكر ده يبقى المحتكر الملعون ده اللي بيحتكر السلع الضرورية في حياة الناس مش لازم السلع الضرورية تكون في باس القوت يعني مثلا الناس دلوقتي عندهم مشكلة انهم احتاجين مواتير مية في وراء ومش عارفين ان يعيشوا والماء عندهم مشكلة فيها او محتاجين اجهزة كهرباء او محتاجين كذا او محتاجين كذا والراجل ده بياخد ده ويتلاعب بحاجة الناس يبقى المعيار هو اه في الفقه كان بيقولوا ان الاحتكار بيكون في القوت بس كمان احنا اخذنا من المسألة دي انه الاحتكار في سلع ضرورية الناس يحتاجون اليه فحد يتلاعب بحاجة الناس هو ليه المحتكر ملعون لانه بيضيق نعمة ربنا على الناس لان المحتكر ده ربنا سبحانه تعالى رزا الناس رزق واسعوا وبيضيق عليهم وعشان كده المحتكر ملعون ولما ساعتها الشخص ده يكون في بي بيعمل الاحتكار ده على الصورة اللي احنا قلناها وبيزود في الاسعار لا الشخص ده بيرتاكب حرام وبيرتاكب اشياء تعود عليه بمحق البركة ان ربنا ينزع البركة من امواله وزيك يتقل الله سبحانه تعالى الشخص اللي ممكن يكون بيعمل الكلام ده يبقى احنا وضحنا قضية الاحتكار ووضحنا كمان الشخص اللي بيعمل كده لو حب يتوب يعمل ايه يتوب الى الله سبحانه تعالى ولا يكرر هذا